بلاد النهرين وأرض السواد تعاني شح الماء والتصحر في مفارقة غريبة تظهر حجم الفساد والإهمال الحكومي في ملف المياه ببلاد الرافدين الأمم المتحدة أكدت أن العراق من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية ويأتي أيضاً في المرتبة التاسعة والثلاثين من بين الدول الأكثر إجهاداً للمياه وأن التوقعات حتى عام الفين واربعين تظهر ضغوطاً وإجهاداً متزايداً على مصادر المياه في العراق التي تواجه تحديات كبيرة من التلوث الناجب عن ضعف الإدارة البيئية على حين أدى الصراع في العراق إلى تدمير الأراضي ومصادر المياه محافظة النجف أعلنت أن المساحة التي حددت لزراعة محصول الشرب في الموسم الصيفي لا تتجاوز ثلاثة في المائة من المساحة الكلية بسبب شوح المياه على حين أفدى مصدر في محافظة بابل من قطاع المياه عن ناحية الطليعة في جنوبي المحافظة منذ عشرين يوماً وأن الجفاف ضرب جميع الأنهر التي تمر بالناحية مما أجبر السكان على انتظار شاحنات المياه المتنقلة للتزود بالماء وفي سياق متصل حذر نواب عن محافظة المثنى من هجرة سكانية جماعية بسبب شوح المياه والتصحر يعني إحنا اليوم كزراعة انحرمنا إحنا بهذا الوقت كنا بكل عام نزراع محصول الشرب وما يعرف بالعنبر هذه السنة منعونا ومنعونا ومنعونا من زراعة المحصول اللي اليوم اللي يزرع حتى لو على مسؤولته راح وين تلقاه؟ بالسجن قرار الحكومة الحالية في بغداد تخفيض الخطة الزراعية بنسبة خمسين في المياه لمواجهة النقص الشديد في المياه أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج القمح العراقي وعجز يصل إلى مليوني طن ونصف مليون من دون أن تضع الحكومة أي حلول للأزمة وحذر مراقبون من خطر هذا النقص الشديد في المياه وأنه ينذر بكارثة كبرى قد تتسبب بموجة نزوح واسعة من جراء الهمال الحكومي لمنف المياه بعد انقطعت إيران كل الأنهر والروافد المائية عن العراق